وينضم إليه الآن هنا في الستوديو المهندس حسين بن نبيل حسين بن بضاغة المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في إكسبو 2020 أهلا وسهلا فيك حسين أهلا فيك شكرا جزيلا ومبروك أول شي تعب سنين عم بتشوفوا هلأ خبرنا شوي على البابليون والجناح أول شي كيف الزوار والله الحمد لله إحنا طبعا من يوم ما فتحنا في أكتوبر 1 زارنا تقريبا حوالي 25 ألف زائر 25 ألف زائر اكتشفوا السعودية اكتشفوا الماضي اكتشفوا الحاضر واكتشفوا المستقبل اللي هو مبني على رؤية 20-30 لعلي أرجع في تصميم الجناح طبعا تصميم الجناح يتمحور حول رؤية 20-30 لو رأيت الجناح في التقرير كان اتجاهه عنان السماء وهذا ما ذكره سمو سيدي ولي العهد أنه طموحنا عنان السماء وهذا طموح رؤية 20-30 لكن ما زلنا نرتسخ على الأرض وهي اللي جذورنا هي اللي تربينا منها هي اللي ترعرعنا منها هي اللي بنت الحاضر ورح تبني المستقبل حلو وممثل هذا بشكل الجناح مثل ما ذكرت من أكبر الأجنحة طبعا تاني أكبر جناح من ضمن كل الدول الـ 190 المشاركة شو ممكن توقع الزائر أنه يشوف بالجناح؟ صحيح طبعا جناحنا على مساحة 13 ألف متر مربع جناحنا يحكي قصة المملكة بشكل عفوي بشكل جميل جناحنا يحكي الواقع اللي حاصل في المملكة العربية السعودية من تراث من طبيعة وعجائبها من الفرص الاستثمارية الواعدة ومن المواطن السعودي والتنوع الثقافي اللي موجود فيه من يوم ما يدخل الزائر أنا قاعدت مع بعض الزوار وسألتهم إيش رأيكم بالتجربة السعودية؟ بعضهم يعرف السعودية وسمع عنها وقرأ عن السعودية بس ما كان يعرف أنه فيه مواقع طبيعة جمالية موجودة في المملكة المملكة كبيرة المملكة فيها شرق غرب شمال جنوب وكل منطقة تختلف عن الأخرى بثقافتها وعادتها هذا شعار جناح المملكة مختلف الألوان متعددة كلها ممثلة بالجناح كل مناطق المملكة؟ صحيح نعم كل مناطق المملكة موجودة في جناح المملكة طبعا عندنا سلم التراث سلم التراث فيه أكثر من 14 موقع تراثي ستة منها سجلت في اليونسكو جزء من استراتيجية رؤية 2030 أن نحافظ على التراث هذا ويدخل أيضا ضمن قائل استراتيجية السياحة بشكل عالمي أيضا وفي سلم المستقبل يحكي عن رؤية 2030 والمشاريع الكبرى القائمة فيها ثم ينتهي تجربة الزائر داخل الجناح بعمل فني يسمى رؤية خمس فنانين سعوديين عملوا على هذا العمل لتحويل ألوان طبيعة تقنية المملكة العربية السعودية بشكل جذب شوقتني صراحة إذا دخلت على الجناح ممكن أني أشعر بالرؤية للمملكة ممكن أني أشعر بالمستقبل المملكة داخل الجناح بالإضافة طبعا للتراث والماضي اللي بيفرجيه صحيح طبعا إحنا في جناح المملكة عندنا مركز الاستكشاف مركز الاستكشاف خريطة المملكة الكبرى تحتوي على ألف نقطة تتكلم عن رؤية عشرين ثلاثين تتكلم عن مجال الاستثمار الاقتصاد الصحة السياحة الطاقة والتحول الوطني القائم في المملكة العربية السعودية خلال أو عبر مركز الاستكشاف ستر الرؤية وسيحكيها أيضا شباب وشابات المملكة العربية السعودية لدينا ثلاثمائة شاب وشابة يتحدثون أكثر من ثلاثة عشر لغة لنقل هذه الصورة الجميلة عن المملكة ونقل رؤية عشرين ثلاثين وتفاصيلها كانت أفكاري كان بدي أسألك يعني هي أحد أهم الأستث للمملكة هي الشباب اللي بوجودين فيها فكيف غير الثلاثمائة شخصي اللي هنا عم بيكونوا مثل دليل داخل الجناح هل في شي بيبرز هل الأستث الكبير المهم بالنسبة للمملكة صحيح طبعا جزء مهم جدا من رؤية عشرين ثلاثين اللي هي الشباب تقريبا نسبة كبيرة من سكان المملكة العربية السعودية بالأعمار الشبابية فرؤية عشرين ثلاثين ترتكز عليهم وهذا موجود أيضا في جناح المملكة برامة الشبابية موجودة تعرف العالم إيش المملكة العربية السعودية قاعد تقدم فرص واعدة للشباب فرص المستقبل إيش الوظائف الموجودة في المستقبل إما بالتخصصات الجديدة القائمة منها الفن الثقافة العلوم اللي نسميه إحنا ستيم ساينس تكنولوجي انجنيني ارتن ماث كل هذا موجود في جناح المملكة العربية السعودية مثير الاهتمام تصميم تصميم الجناح هو المواد اللي دخلت فيه اللي هو ليد بلاتينم ليش اخترتوا أن يكون ليد بلاتينم طبعا الاستدامة جزء جدا مهم في استراتيجية 20-30 المملكة العربية السعودية أطلقت مشاريع عديدة في مجال الاستدامة تكلمنا عن مشاريع أطلقها سمو سيدي ولي العهد كمثالا على ذلك The Line هي مدينة نموذجية تبنى على الاستدامة فحرصنا في إكسبو وفي جناح المملكة العربية السعودية نأخذ الاستدامة ففيه 650 لوح طاقة شمسية من داخل المبنى كلها LED light sensors على أساس تطفيق وتوفر من الطاقة والتبريد والتبريد طبعا بالتكنولوجي مختلفة تعمل بhigh efficiency تساعد على توفير الطاقة الكهربائية أنا أخذت أيضا كاربون نت زيرو صحيح كاربون نت زيرو من ناحية الاستخدام الذي موجود في جناح المملكة نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نرحب من نزوركم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك